مرحبا بكم في قناة تحفة يوب اخبار اليوم اردوغان يدخل خط نكاية في مكرون ويرسل الرئيس بون ليكون الرد مشترك على ماضي فرنسا والشنغريح يحذر قائد الجيش الفرنسي فماذا سيحدث بالتفصيل بداية وتزامنا مع الضغط الراهب والتاريخي الذي تمارسه الجزائر على فرنسا للاعصار في ماضيها وكل ما فعلته بالجزائر وتقديم خرائي تجاربها في صحراء الجزائرية وحتى ضغط الجيش الجزائري على فرنسا لتقدم تعويض الكامل للجزائر وكل متضرر من تجاربها خاصة بعد اللقاء الاخير الذي فتح الشنغريح فيه هذا الموضوع امام مقائل الجيوش الفرنسية اذ يقول محلل سياسيون ان الجيش الجزائري يأخذ هذه القادية كقادية شخصية اكثر من اي مسؤول اخر في البلاد تحركت الجزائر جلبت عن دار ايطاليا وتركيا فمسؤولة ايطاليا صنعت الحدث وقصفت ماكرو وفرنسا مؤخرا بتوجيه له انتقادة لديها مطالبة اياه بالاعترف والتعويض ليس للجزائر فقط بل لكل القارة الافريقية التي دمرتها فرنسا ليدخل اردوغان الخط وهو الذي طلب من الرئيس تبون مؤخرا تمكينه من وثائق تتعلق بما فعله الاحتلال فرنسي في الجزائر والتي حاول الرؤساء الفرنسي المتعاقب تنصل منها برفضهم الاعترف بها والاعتدار عنها ويعتزم اردوغان تعميم الودائقة التي طلبها من تبون بالقول علينا النشر كل وثائق ليتذكر جيدا الرئيس الفرنسي ماكرون ان بلده انهت حياة خمس ملاي جزائري وهي الحقيقة التي قال اردوغان انه سمعها من الرئيس تبون شخصيا خلال زيارته الى الجزائر واوضح انه اذا ارسلتم لنا مساندة كهذه سنكون سعداء للغاية وقال اردوغان كذلك للصحفيين ان الرئيس تبون ينظر الى فرنسا بطريقة مختلفة تماما عن من كان قبله في اشارة الى الرئيس السابق بوتفليقة ويبدو من تصرح الرئيس توركي ان الرئيس تبون تبنى استراتيجية مختلفة تماما عما كانت في السابق فبوتفليقة وخلال عهدين من الزمن لم يتمكن من بناء التصور واضح بخصوص هذه القضية بل كانت مواقفه خانعة وخدعة للمستعمرة السابقة غير قادر على الرد حتى ولو ببيان استنكاري من جهة اخرى فبا ان موقف الرئيس توركي يتناغم كثيرا مع موقف الرئيس تبون الذي يعتبر داني رئيس بعد الراحل هواري بومدين يظهر لحد ساعة تعامل النديان مع المستعمرة السابقة ففي احدث التصريح لتبون قال فيه ان الجزائر ليست تحت وصاية فرنسا ولا غيرها وهي رسالة للمستعمرة السابقة ومن شأن سجام الموقف الجزائر التوركي ان يعزل الطرف الفرنسي ويدفعه للنزول من عليائه ويدفعه الى النظر بواقعية الى العلاقة مع الجزائر كبلد من الدول سمجرد سابع فما رأيكم في ذلك؟ هذا وفي خبر منفصل اخبار اليوم خارج غير متوقعة ومتيرا للجدل من الامارس بخصوص المدير السابق لشركة صناتراك الجزائرية والقدور وتحول مفاجئ في قرار تسليمه يسلم الجزائريين لكن ما سبب ترجعها وكيف رد الجزائريون عليها؟ البداية اولا مع الخارج الغير متوقعة من الامارس حيث كشفت صحيفة فرنسية في خبر غريب جدا ان سلطة الامارسية لم توقف المدير لعم السابق لشركة صناتراك المدعو عبد المؤمن ولد قدور اي عكس سماما ما كشفت عنه بعض وسائل الاعلام الجزائرية وادفت صحيفة في مقالها نقلا عن مصدر اماراتي قالت انه رفض الافصاع عن اسمه بان ولد قدور دخل الامارات المتحدة مؤخرا بجواء السفر فرنسي وليس جزائري وهو ما يجعله غير خاضع حسبة لمدكرة التوقف التي اصدرتها العدل الجزائرية اي ان الامارات لن تسلمه لسلطة الجزائرية وهو ما احدثت ضجة وانتقادات لدي على الامارات من الجزائرين على عدم تسليمها والقدور الذي يتبع في احدى اكبر ملفات الفساد بالبلاد وسبب خصائر فلكية للخزينة العمومية بفساده الخارجة الغريبة من الامارات وان صحت وتبدو فعلا صحيحة ان الامارات لن تسلمه لان الايام تمضي والامارات لم تقوم باي خطوة رسمية تجاهه التقدر لحد الان كما ان الامارات والجزائر تتوجدان في علاقات جد متوترة منذ اشهر خاصة بعد قيام الامارات بدعم الملك المغربي مع هرولة بن سيد ومحمد السادس للتطبيع الى قيام الرئيس بون بانتقادهما ووصف التطبيع بالخيانة والعار ما ازم العلاقات اكتر الى موقف الامارات المعادل للجزائر في ملف القضية الصحراوية الى رفض الجزائر مساعدات كبيرة من الامارات مؤخرا لان الجزائر لها نظرة خاصة الى ما تهدف له الامارات من تلك المساعدات وقبل الحديث عن الرفض الجزائر للمساعدات الاماراتية او اعادة العلاقات معها فقد رد الجزائري بقوة على الامارات مطالبين سلطة الجزائر يبرد بقوة اذا لم تقم الامارات بتسليم الهارب الفاسد والتقدر ويتصدر الخبر المهتر للجادة لمواقع التواصل الاجتماعي حاليا من جهة اخرى بخصوص رفض المساعدات او تطبيع العلاقات مع الامارات اخبار اليوم اشهد كبيرة بالقوة الكاسحة للجيش الجزائري وتربعه قاريا وعربيا والمنافسة عالميا ومجلة امريكية تكشف السر وراء هذه القوة وخاصة القوات الجوية الجزائرية بداية كشفت مجلة عسكرية امريكية ان القوات الجزائرية تعد ضمن الاقوى في القارة الافريقية بعد ان شهد العقدة الاول والثاني من القارة ال 21 تعافي سلاح الجو من الضبط في تحدي الترساناته الكبيرة من الاسلحة ونشرت مجلة ميليسيري ووتشو العسكرية الامريكية اخر تقرير لها عن القدرة العسكرية الجوية في القارة الافريقية معطبرة القوة الجوية الجزائرية واحدة من اكتر القوات قدرة في قارة افريقية والعالم العربي وحتى المنافسة عالميا وستطرقت المجلة العسكرية الى تحديث الجيش الجزائري اصوله الجوي بشكل اسرع بكثير من اي اصول افريقي اخر مما يجعلها واحدة من القوات الجوية الاكتر والاقوى افريقيا واوضحت انه بحلول نهاية العقل الثاني من القرن 21 كانت قد خرجت البلاد سماما من طائرة الجيل الثالث واصبحت القوات الجوية الجزائرية القوة الكبيرة الوحيدة في القارة السمراء التي قامت بذلك حيث كانت جنوب افريقيا واوغندا فقط هما التي تنسبت لكان اساطي الكاملة من طائرة الجيل الرابع وكلاهما يتألف من سرب واحد فقط مما جعل تحديث اسهل بكثير وارخص مما كان عليه من قبل فبحلول عام 2020 اكتسبت الجزائر ما يقدر بـ 48 مقاتلة سخوى ثلاث ام كآة التي تشكل عمود الفقار لاسطولها وجهود متواصلة مع روسيا للتواصل من اخر طرز بها وكانت تحدثت مجلات كبرى عن حصول الجزائر في صفقة سرية بها وهي تشكل عمود الفقار لاسطولها على حد وصف المجلة مدعوما بأسطول اصغر من ميك 29 بـ 23 مقاتلة وحوالي 40 مقاتلة من السوء 24 ام وبعد ان اتبثت مقاتلات ميك 25 قيمتها لا تزال تعمل هي الاخرى على الرغم من عمرها مع ما يقدر بنحو 16 سنة في الخدمة بدعم شبكة دفاع جوي متطورة وذكرت تقرر ان الضعف الوحيد الملحوظ في الاسطول الجزائري يتمثل في الافتقار الى طائرة الاندار المبكرة المحمولة جوا مثل الروسيا امئة او كاجي خمسمائة صينية على الرغم من ان الاستحوان لا يزال ممكنا خلال العقل المقبل واشارت الى ان الجزائر قدمت بشكل خاص طلبات شيراء سير بين جديدين كاملين في عام 2019 بما في ذلك 14 من كل طائرات سخوي 30 والميك 29 مع تخلص الدرج من جميع مقاتلة الجيل الثالث من الخدمة كان الهدف من هذه الوحادات الجديدة ان تحول محل جيل الرابع من اسراب ميك 29 واضفت ان مقاتلة ميك 29 ام هي البديل الاكثر تقدما من طراز ميك 29 الذي تم تطويره على الاطلاق والذيها قدرة متطوير من الجيل الرابع فالجيش الجزائري ايضا متحلف بقوة مع روسيا وعادة متابع روسيا اسلحة حصرية فقط وجد فتاكها للجزائر حصريا وصرف الطلبات شراء من باقي الدول فما رأيكم في ذلك اشتركوا في القناة